المنظمات الدولية تصعد ضغوطاتها على التحالف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفين دوغاريك حذر من مخاطر استمرار بقاء ميناء الحديدة والصريف على البحر الأحمر مغلقين على حياة ملايين اليمنيين الذين يواجهون خطر المجاعة منظمة العفو الدولية وفي تعليق على تصريحات سفير المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالل المعلم رأت أنه بموجب قوانين الحرب يستطيع التحالف منع وصول الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي وصالح لكن عليه السماح بدخول المساعدات الإنسانية وعدم استعمال التجويع كسلاح حرب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من جهتها عبرت عن القلق بشأن الإغلاق المؤقت للحدود البرية والبحرية والجوية لليمن وقالت على لسان المتحدث باسمها إن استمرار هذا الإغلاق يؤثر على توصيل المساعدات الإنسانية حيث لم تتمكن المفوضية من توصيل إمدادات جديدة للإغاثة الطارئة لنحو 280 ألف نازح لكن الارتفاع الحاد في الوقود وما استتبعه من ارتفاعات في أسعار الأغذية وأجور النقل خصوصا في مناطق سيطرة الإنقلابيين يعود وفقا للوقائع إلى ظلوع الحوثيين في احتكار تجارة وتداول هذه السلعة الهامة وبيعها بأسعار مضاعفة مستغلين المنع المؤقت من جانب التحالف يأتي ذلك في وقت تعطل فيه دور شركة النفط الحكومية التي لم تعد تسيطر حتى على صهاريش تخزين الوقود التي باتت تحت إشراف التجار الموالين للميليشيا أكثر ما تركز عليه المنظمات الدولية هو بقاء مطار صنعاء ميناء الحديدة والصليف مفتوحين دون أن تبذل جهدا موازيا لإنهاء سيطرة الإنقلابيين على هذه المنافذ أمر يراه المراقبون سببا في إبقاء معادلة الحصار والتوظيف السيء للمنافذ والموارد قائمة على حساب الملايين من اليمنيين الواقعين تحت ضغط الحرب والتهجير والوضع المعيشي الأسوأ في تاريخ البلاد